أعلنت إيران أن دفاعاتها تصدت لهجوم بطائرات مسيرة على موقع عسكري في محافظة أصفهان بوسط البلاد ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية رسمية إيرنا عن بيان لوزارة الدفاع أنه تم تنفيذ هجوم فاشل باستخدام طائرات مسيرة على أحد المجمعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وأشار البيان إلى أن الدفاعات الجوية للمجمع أسقطت أحدى المسيرات بينما حصرت المسير التاني وانفجرتها وقالت الوزارة أن الهجوم لم يتسبب في أي تعطيل لعمل المجمع ولم يتسبب في وقوع إصابات وأن ما أحدث فقط أضرارا طفيفة في سقف أحد المباري ويأتي الأعلان عن هذا الهجوم في سياق متوتر على خلفية حراك احتجاجي في إيران بعد وفاة مهسة أميني في أيلول من العام الماضي واستمرار الخلافات حول الملف النهوي الإيراني واتهامات بعض الدول لطهران بإمداد الجيش الروسي بطائرات في إطار حربه على أوكرانيا أمي لذهب احدث يغلون الأمبان لن تتعطي أطرأ نفسي هذا셨어요؟ هذا هو هذا هو أنه تملك أطرأ؟ درسته؟ بسرعة لرد اطرأ